موسيقى مشاهدينا صباح الخير و اهلا بكم و اهلا بكل بيشوفونا في كل مكان و حلقة جديدة من برنامجكم صباح 100 النهاردة حلقة الاربع 21 ابريل 2021 و ان شاء الله النهاردة يكون يوم جميل و يوم كله تفاؤل ان شاء الله مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة دايما في برنامجنا و في حلقاتنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث بالدور حوالينا بيبقى معنا اخبار كتير على مدار الحالة عشان حضراتكم تبقى على دراية بكل ما بيدور في مصر و في العالم حوالينا مشاهدينا طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا لسه مستمرين في جائحة كورونا الحقيقة طبعا يعني ربنا يعدي هذه الايام على خير و ينهي هذه الجائحة بخير طبعا حضراتكم متابعين الاعداد المصابين متابعين كمان ان الفطلة فاتت وجود لقاحات و فيه كمان بعض المواطنين اخدوا هذا اللقاح ولكن مش معنى كده ان احنا خلاص انتهينا من الجائحة لا لسه مستمرين فيها فلازم نستمر احنا كمان في اجراءاتنا الاحترازية لازم نرتدي الكمامة من خروجنا من البيت حتى رجوعنا علشان نحافظ على انفسنا و على اصارنا و على كل الناس اللي بنتعامل معهم خلال اليوم مشاهدين احنا كمان دايما في حلقاتنا بيكون معانا فقرة للصحافة بنناقش فيها المنشتات اليومية فيسعدنا النهاردة في تحليل الخبر معانا في فقرة الصحافة حيكون معانا الاستاذ محمود مطر الكاتب الصحفي مش هاتينا طبعا زي ما حضرتكم عارفين احنا يعني خلاص على اقتراب في الامتحانات الثانوية العامة الحقيقة النهاردة الفقرة الاخيرة هنتكلم عن الامتحانات التجربية للثانوية العامة و طبعا الوزارة هتعمل يعني زي حاجة تجربية كده للمنصات الالكترونية هنتكلم عن هذا الموضوع باستفادة طبعا ده بيهم كل الاسر المصرية و خصوصا اللي عندهم اولاد في الثانوية العامة بيسعدنا انه يتكلم معانا في هذا الموضوع دكتور محمد فتح الله استاذ التقويم التربوي بالمركز القومي الامتحانات والتقويم التربوي مش هدينا اسمحونا لطلع فاصل و نرجع نبدأ ولا فقرات برنامجكم صباحا مية خليكم معنا